الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلي أناسي في تونس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم في هذه الفقرة الخاصة بالدعاية الانتخابية أنا محمد الهاشمي بن يوسف الحامدي مترشح للانتخابات الرئاسية ونحب أن نقولكم في بداية كلمتي أننا نحن في عرس ديمقراطي مهرجان للحرية والسبب في أن هذا المهرجان اليوم متاح لشعب تونس هو تضحيات التوانسة وهو ثورة 17 ديسمبر فنبدأ كلمتي بتحية لشهداء ثورة 17 ديسمبر وبتحية لجرح الثورة في سيدي بوزيد وفي القسرين وفي الحوض المنجمي وفي مدنين والقروان والسفاقس وفي كل ولايات الجمهورية الحاجة الثانية نحب أن نقولكم عليها أن المنافسة هذه هي الاختيار رئيس يقود البلاد في المرحلة الانتقالية الصعيبة من فضلكم يتوانسة يغالين ما تبعوش منصب رئاس الجمهورية لأي مشتري تونس لا تباع تونس لا تشترى لا يمكن أن يكون هناك في تونس الرئيس الجمهورية ينتخب لأنه عنده برشة فلوس خلوا رئيس الجمهورية هو اللي عبر عن أشواقكم وعن تطلعاتكم وله مؤهلات اتسمح له بقيادة البلاد أنا تعلمت على القيادة في الحركة الطلبية كنت رئيس للاتجاه الإسلامي في الجامعة تغربت وعرفت المنفى وقبل ما نتغرب عرفت الفقر كنت نمشي مع والدي الله يرحمه ونبيعه الخضرة في سوقفايض وكنت نروح من سيدي بوزيد للحوامل 18 كم على رجلية باش نوفره 300 فرنك هذه كلها أمور نعرفها خرجت الخارج دربت على القيادة أيضا من خلال قناة المستقلة وعملت منها اسم في العالم رغم قلة الإمكانيات بشهادة جرائد دولية كبيرة بهذه المؤهلات أترشح لقيادة تونس وعندي برنامج بحول الله يعبر عن تطلعاتكم وأشواقكم برنامجي اسمه الأمن الحرية العدالة الاجتماعية بعنوان الأمن وفي عنوان الأمن أتعاهد لكم بأنني سأخوض حربا لا هواد فيها على كل من يريد شرا بتونس وعلى الإرهاب وسأستعيد هيبة الدولة وسأمكن الجيش وقوى الأمن الداخلي بحول الله من كل ما يلزم من إمكانيات لأداء واجبهم المقدس في حماية تونس الغالية وشعبها الأبي الحر الكريم الشعار الثاني في الحملة الانتخابية هو الحرية نحن في نعمة يحسدنا عليها بارش ناس الحرية اللي جابتها الثورة وتضحيات ناس كثيرين وأجيال كثيرة في العقود الماضية نعدكم أنني لن أوقع على أي قانون يسرق منكم الحرية الشعب اللي ضحي بحريته أو بأمنه يفقد الاثنين معا فأنا سأكون بحول الله حافظاً لحرياتكم والشيء الثالث هو العدالة الاجتماعية سأكون المحامي الرسمي المتطوع للدفاع عن المناطق المحرومة في تونس عن القسرين عن سيدي بوزيد عن قفصة عن قبلية عن توزر عن الجنوب الشرقي كله عن القروان اللي نتمنى أنها ترجع عاصمة للحضارة العربية الإسلامية وسأحرص على ذلك بحول الله تعالى سأهدف عن الفقراء في بن عروس وفي من نوبة وفي ريانة وفي بن زرد وفي نابل وفي زغوان وفي الشمال الغربي اللي محروم من التنمية لعقود سأكون صوت الفقراء وسأفرض بالمبادرة التشريعية تحصيل الضرائب من الأغنية الفلوس لتمويل مشاريعنا في العدالة الاجتماعية تأتي لما الأغنية يدفع الضرائب أم منزيدوا الأتوات على الفقراء ومنزيدوا المزوط ومنزيدوا أسعار المعيشة كلها بشوما الأغنية يتفرهدوا وما يدفعوا حتى شيء للدولة هذا ظلم ولن أسمح به تعرفوا الوقت قصير إذا انتخبتم محمد الهشمي الحامدي شباب تونس رجال تونس ننساء تونس ستجدون إن شاء الله ابن من أبناكم يخدمكم بإخلاص ولن يفرط في الأمانة على الإطلاق شكرا لكم على الاستماع علي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته